السلام عليكم الله يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا بفيديو جديد من فيديوهات نوفراتيك بفيديو اليوم سنساوي عملية تثبيت مرة تانية لارج لينوكس ولكن هالمرة سنعمل هذه الخطوة من بدايتها مثل ما عملنا بالفيديو الماضي و سنضيف عليها تثبيت الواجهة الرسومية الواجهة الرسومية اللي سنثبتها اليوم هي واجهة ديبن لحتى جاوب على السؤال اللي تركته بمراجعة توزيع الديبن الكاملة انه أنا ليش ما بستخدم التوزيع وإنما بستخدم الواجهة الرسومية الخاصة فيها لحتى أشوف كيف ممكن اني ثبت هاي الواجهة على أرش هلا بالنسبة لفيديوهات أرش بتوقع اني بالأشهر القادمة كل شهر رح أعمل عملية تثبيت جديدة كما ينزل ملف آيزو جديد لا تنسى انك تشترك بالقناة لحتى ما تروح عليك هاي الفيديوهات ليش أنا بدي أعمل عملية أكتر من الفيديو عن الأرش لا سببين السبب الأول هو انك تتعود على عملية التثبيت لحتى توصل بعد شهرين أو ثلاثة لمرحل تكون قادر فيها انك تثبت الأرش لحالك بدون مساعدة الويكي أو مساعدة فيديوهات والسبب الثاني انه بكل فيديو مع الجنوم نزل الكيدي اي لكن الأفضل لحتى ما يكون الفيديو طويل فيديو اليوم أكيد رح يكون طويل هو أقصر من المرة الماضية بس كمان رح يكون طويل فلحتى ما يكون الفيديو طويل كل مرة بدي نزل واجهة وثنين وثلاثة رح ياخد وقت فمشان هيك رح جزئهم لفيديوهات وممكن مثلا بفيديو تاني بدل ما استخدم الفايل سيستيم الاي اكس تي فور مثلا نستخدم البتر اف اس بفيديو تاني نعمل انكريبشن للنظام فهيك بيكون في عندك لمحة شاملة عن الارش وهي هي حلاوة الارش انه بيعلمك كيف اللينوكس بيشتغل مثلا ممكن اني انا ما نزل الكيرنل العادية ممكن نزل الكيرنل الالتي اس اللي هي طويلة الدعم خلينا نروح لفيديو اليوم هلا انا هون على موقع archlinux.org ورحت لقسم الدولود ونزلت الملف الايسو الخاص بشهر نوفمبر عن طريق التورنت انتو ممكن انك تنزلوا على التورنت او الطريقة العادية لانه الميرورز موجودة تحت بعد ما نزلوا مثل ما صارنا منعرف اذا كنت بدك تنزلوا على هاردوير فعلي بتكتبوا على فلاشة او بالماكينة الافتراضية بنستخدم ملف الايسو مباشرة ولكن في حالة archlinux انا بفضل انك اول مرتين او ثلاثة او اربعة او خمسة انك تساويها ضمن ماكينة افتراضية لحتى تتأقلم مع كيفية التنزيل بدون واجهة رسومية هلا خلينا نروح للماكينة الافتراضية انا هون عامل ماكينة افتراضية اعطيها 8 جيجا رام 4 كورات وعطيها 30 جيجا للهارد بعد ما اقلعت من ملف الايسو راح نروح مع الخيار الاول اللي بيطلع عندي اللي هو الانستوليشن نضغط انتر وفي حالة archlinux مثل ما حكيت بالفيديو الماضي لازم يكون عندك اتصال انترنت اذا انت كنت على الماكينة الافتراضية فعندك اتصال الانترنت ولكن في حالة كنت على لابتوب يفضل انك توصل عن طريق الكابل لا تستخدم الواي فاي استخدم الاثرنت لانه السرعته احسن بكتير ومستقر الاتصال عن طريق الاثرنت مستقر هلأ هون طلع عندي واجهة البرومت واول شي لازم انه نعمله نتأكد انه في عندي انترنت فبكتب له تعليمة بنج ومنعطيه اي موقع رح نعطيه موقع نفسه فمنقول له .arch linux.org نعطيه انتر هلأ ما طالع لي اي output بس باعتبار انه ماعطاني errors فمعناها الامور السليم لحتى اطلع من هاي التعليمة بكتب بضغط على كيبورد كونترول و سي هلأ بعدين لازم اني بلش بعملية تقسيم الهارد وفرمتة اللي رح نساويها خلينا اول شي نشوف شو الهاردات اللي موجودة على الجهاز سواء ماكينة افتراضية او هارد وير هلا منكتب تعليم lsblk وشايف انه انا ما في عندي غير lvda اللي هو اخر واحد اللي مثل ما حكيت عطي 30 جيجا فانا هاد هلا رح ساوي له بارت شنين واحد رح يكون للإقلاع والتاني رح يكون علي النظام وملفاتي فرح نجي لتعليم اسمها cgdisk ولازم اعطي المسار الكامل للvda يعني ما بس بقله vda مثل ما قلت فبقله dev هاد على طول كل الهاردات والفلاشات واي شي متصل بالجهاز بيكون مخزن بمسار dev بعد dev اعطيه slash وبقله vda ونضغط enter ويعطيني تحذير لانه اول مرة فبدو يعمل عملية كتابي جدول الفايل system على الهارد الجديد فنضغط enter هلا مثل ما يرى من تحت في عندي خيارات التي تحرك فيها عن طريق الاسهم فأنا أول شي بأتي ل new و بدنا مثل ما قلت ساوي partition الاقلاع الاول رسالة منتركها على حالها الرسالة الثانية اللي هي منحدد فيها حجم partition اللي بديها بالنسبة لpartition الاقلاع نحن منزاوي بحدود 300 او 500 ميجا رح نساوي 300 ميجا 300 كافي اذا ما كنت بدك تعمل اقلاع مستواج 500 للإقلاع المستواج فبعتبر انه ما رح نساوي اقلاع المستواج رح نعمله 300 ونعطي capital M الآن بالنسبة لنوع الملفات اللي بديساوي الفايل سيستيم بالنسبة لpartition الاقلاع لازم يكون EF 00 لانه انا موجود على ماكينة مع UEFI اذا كنت على فلازم انك تختار المفتاح انك تعمل البوت بتساويها على الملف الاساس بس بعد البار ان احنا هون على UEFI فعملنا partition الاقلاع ولازم يكون EF 00 نعطي enter وهلأ نعطي اسم boot مثلا على سبيل المسال هذا الاسم انت بتختار البدك بس نعطي اسم لحتى نتذكر ها ويكون الها معنا نعطي enter الآن بنزل بالاسهم لل free space اللي هو الحجم الكبير اللي يظل 29.7 وكمان من تحت بختار new نعطي enter الخيار الاول اوكي مثل ما هو التاني الرسالة التانية كمان انا رح ااخد كامل الحجم المتبقي فكمان بعطي enter بالنسبة ل file system رح نروح مع الافتراضي اللي هو للينوكس من 2300 مثل ما اللي شايف تحت بقضي enter الآن بعطي اسم رح نسمي system مثلا الآن بعد ما خلصت من إنشاء partitions لازم إني أحفظ التغييرات لأحفظ التغييرات بتحرك بالسهم اليمين لعند write بقضي enter وبعطي بكتوب yes مثل ما هي بعطي enter ل خلصت العملية بتحرك بالسهم اليسار لعند liquid وهي منكون عملنا partitions خلينا نمسح الشاشة ونرجع لتعليمة lsblk بشوف أنه تحت vda صار عندي vda 1 وال vda 2 الآن لازم أني فرمت هدول the two partitions بالنسبة لل vda 1 اللي هو للإقلاع لازم أنه يكون بنظام الملفات اللي هو fat fat 32 30 فهذا الشيء منكتب التعليم mkfs dot v fat space slash div slash vda وهنا أعطيه 1 لأنه كما يرى vda 1 اللي هو 300 ميجا ونعطيه enter الآن بالنسبة للpartition الثاني الخاص بالنظام رح نساوي ext4 اللي هو نظام الملفات file system الخاص بlinux فمنقول mkfs dot ext4 def vda 2 الآن نرجع لتعليم lsblk مرة ثانية شايف أنه ما طالع عندي أي تغييرات الآن لازم أن أقوم لأماكن المناسبة بالنسبة للvda 2 رح نعمله mount على مسار slash mnt والvda 1 رح نعمل ضمن mnt مسار جديد لحتى نعمله mount ضمن ضمن وحول المسار المسار ضمن المسار ضمن المسار number لازم المسار بإمكان لأنني بدي أعمل مسارين واحد جوا الثاني بدون المينوس بي ما بيسمح لي أني أعمل أكتر من مسار واحد مع المينوس بي رح نقول له slash mnt slash boot اللي هو المسار الأول ضمن البوت رح أعمل EFI نضغط enter هلأ بدي أعمل mount للVDA1 على mnt boot EFI فمنقول mount div vda1 رح نقول له وين ضمن slash mnt slash boot slash EFI هلأ منرجع لتعليمة lsblk ومتل ما اللي شايف الVDA1 صار معمل له mount على mnt boot EFI والVDA2 صار على mnt خلينا نمسح الشاشة مع تعليمة clear وهلأ نحنا جاهزين أنه نبلش عملية التنسيل قبل ما نبلش عملية التنسيل لحتى نسرعها رح نعمل خطوطين أول واحدة أنه الarch مثل ما حكيت بالمرة الماضية بيستخدم مدير التطبيقات pacman باكمان في ميزة حلوة تسمح لي بالتنسيل المتوازي اللي هي الparallel download لحتى يتسرع من عملية التنسيل بس هي بشكل أوتوماتيكي ما لهم فعله فأنا لحتى فعل هذا الخيار رح نجي وضمن ملف الآيزون تبع التنسيل برنامج الفيم رح للفيديو اللي عملته عن لمحة أولية عن الفيم رح أترك كارد في مكان ما فوق فمنجي مع فيم منروح للمسار التالي فمنقله نضغط انتر وبنتحرك بالجي لنجي لعند الparallel download منشيل الهاشتاج من بداية السطر وبالاعتماد على سرعة الانترنت اللي عندك وعدد الكورات وعوامل كثيرة بآخر السطر اللي هو الرقم خمسة هذا الرقم بتعدله بتزيده أو بتنقصه هلأ رح نتركه مع خمسة ما رح نغيره رح نحفظ الملف مثل ما حكيت بفيديو فيم مع نقطتين W و Q هيك بيحفظ وبيطلع مباشرة هلأ الخطوة التانية مثل ما حكيت بالفيديو الماضي عن الarch انه ضمن ملف التنزيل ضمن ملف الآيزون في عندي أداة اسمها رفلكتر هاي لحد تحدد السيرفرات القريبة من البلد اللي أنا فيه كمال لحد تسريع عمليات التنزيل فمتل ما بتختار البلد اللي انت فيه أو أقرب بلد إلك إذا ما في سيرفرات لarch ببلدك أنا متل ما قلت بالأرجنتين ما في سيرفرات بس بتشيلي موجودة السيرفرات فمنقله reflector space داش داش كونتري نعطيه اسم البلد ولازم يكون أول حرف capital بعدين space لازم انه نعمل الفرز حسب السرعة فمنقله sort rate وبعدين لازم اني احفظ الاوتبوت من هاي التعليمه بمكان معين فبقله save ومكان الحفظ رح يكون slash etc slash pacman.d slash mirror list نضغط enter ومنستنى هاي التعليمه لتخلص هلأ بعد ما خلصت عملية فارس السيرفرات رح نمسح بالشاشة ونبلش بعملية التنزيل عملية التنزيل بتتم عن طريق تعليمه pax trap وين بدي حط النظام بدنا نحطه على slash mnt شو الملفات او الباكيجيز اللي بدي نزلها رح ننزل اول شي base وبعدين base dash devil رح ننزل kernel اللي هي linux رح ننزل firmware ورح ننزل headers headers ما لها ضرورية ما لها مطلوبة بشكل دائم بس في حال كنت بدك تعمل compile او اي شي بيحتاج الheaders فمن الافضل انها تكون موجودة فمن قل له linux dash headers شو بدي نزل كمان بدي نزل البوت manager رح ننزل grab باعتبار انه انا ضمن ماكينة uefi فرح ننزل efi boot mgr رح ننزل اداة لحتى يتصل بالانترنت وهي رح نزلها مختلفة عن الفيديو الماضي لانه رح نساوي بتنزيل الواجهة الرسومية ولازم يكون في عندي اداة network manager فبقل له network manager لازم اني نزل محرر نصوص رح ننزل الفيم لازم اني نزل السودو ما رح ننزل متصفح انترنت لانه هاي رح نساويها بالخطوة بالخطوة اللي بعدها لنشوف ما رح ننزل عندي وبالاعتماد على المعالج اللي عندك اذا كان intel او amd لازم نزل تعريفات الامان الخاصة بالمعالج اللي هي انا باعتبار انه عندي intel رح قل له intel dash u code لنشوف اذا اذا صار كل شي جاهز فعندي base base devil linux linux firmware linux headers عندي grab ef boot manager network manager vim sudo intel u code ورح ننزل git هلا ما بدي اياها بس بدي ونعطيه الفلاق اللي هو minus capital u واللي بدي اكتبه اللي هو slash mnt هدول لوين بدي اكتبها رح نروح مع اشارة الاكبر مرتين رح نقول اكتب للمسار التالي لمسار mnt slash mnt slash etc slash fs tab ونعطي enter هلا بعدها لازم اني اطلع من الفلاشة وروح للpartition الفعلي كيف نساويها منكتب arch dash ch root space slash mnt هلا بهاي الطريقة انا صرت موجودة على partition الفعلي وما عدد ضمن الفلاشة هلا اول شي لازم نساوي انه نضبط الساعة نحدد المنطقة الزمنية منكتب l n space dash sf بعدين منيجي بتنانا اخد المنطقة الزمنية من مكان ونحطها بمكان تاني فمنيجي ل slash usr slash zone info نحط لل usr share zone info slash بتختار المنطقة اللي انت فيها مثلا بالدول العربية نختار اما اسيا او افريقيا اسيا or افريقا وبعدين منختار البلد بامريكا او باوروبا بتختار المناسب اليك انا بدول امريكا فرح اختار امريكا امريكا بعدين الارجنتين بعدين بوينس هذه المنطقة الزمنية بدي اضعها بمسار معين رح نضعها بال slash etc local time نضع enter بعدين لازم اني اعمل مزامنة بين الساعة وال هاردوير فمن نقل hw clock space dash dash 6 2 h c اضع enter هلا لازم اني ضيف دعم اللغات رح نضيف اللغة العربية والانجليزية وبحالة انا الاسبانية فمن قل vim باعتبار انه نزلنا vim space slash etc locale مع i بالاخر dot gen ومنضغط enter بالvim مننزل بحرف j ل للاقي اللغة اللي بدنا نضيفها منختار اللغة العربية لسوريا اللي هي arsy utf 8 بنشيل الهاش من البداية مننزل كمان للاقي اللغة الانجليزية الولايات المتحدة كمان utf 8 ومنشيل الهاش وبالنسبة لي رح روح مع الاسبانية كمان وهلأ لازم اني احفظ الملف واطلع منه مع النقطين wq هلأ بعدها لازم انه نكتب هاد الدعم عن طريق local مع i dash gen هلأ منختار اللغة اللي بدنا النظام يستخدمها رح نستخدم اللغة الانجليزية فمنقله echo نحن نمسح الشاشة echo منفتح quotation mark ومنكتب باحرف capital lang يساوي en underscore us capital dot utf capital dash eight نسكر quotation mark space اشارتين اكبر لاني اكتب هذه اللغة سأضع بمسار etc slash etc local dot conf الآن لازم نعطي اسم للجهاز فأنا نقل echo quotation mark سنسمي arch وباعتبار سننزل ال dbin سنسمي arch dde نسكر ال quotation اشارتين اكبر او اصغر صراحة ما تعرف المهم اللي رايحين على اليمين arch dde اصغر 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 بملف اسمه host name كلمة واحدة بدون اي فواصل اصغر 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 بدون اي فراغات يساوي la-latan1 هذه الخطوة خاصة فيني انا سوف اضطوه ضمن etc vcouncil.conf الآن يجب اني خلي الجهاز يصير معرف على الشبكة فبعدل ملف hosts فيجي لتعليمة vim slash etc slash hosts وضغط enter بنزل لسطر جديد وببدو 127 00 01 بنزل لسطر جديد نقطين نقطين واحد tab tab localhost بنزل لسطر جديد بلو 127 01 واحد بنعطيه اسم الجهاز اللي حطيناه بالخطوة اللي قبلها اللي كان arch dde dot local domain بعطيه tab وبعطيه اسم الجهاز مرة تعنيه arch dde هلا بحفظ الملف وبسكره عن طريق نقطين wq نعمل مسح للشاشة هلا لازم اني حط password للroot اللي بقص wd بضغط enter وبعطيه كلمة السر برجع بعيد كلمة السر بعد ما خلصتها لازم اني ضيف مستخدم جديد فنقول له user add dash space dash small g رح نضيفه اول شي لمجموعة users بعدين رح نضيفه لمجموعات اضافية نستخدمها مع dash capital g رح نضيفه لل wheel لحتى نعطي صلاحيات root ومنضيفه لل audio والفيديو بعدين رح نعطي dash c هاي بس comment لحتى نعطي اسم للمستخدم انا في عندي شغلتين في عندي اسم مستخدم هذا اللي بيستخدمه وفي عندي الاسم الثاني اللي بيطلع عندي على شاشة تسجيل الدخول هذا الاسم الثاني منحطه مع dash c ونعطي ونعطي الاسم اللي بدينا حط اسم مع اي شي بدك ونسكر الاسم وبعد هاي لازم اني اعمل مسار لهذا المستخدم ضمن home directory فبقال له space dash m وبحط اسم المستخدم هاي الاسم اللي رح يكون موجود ضمن الجهاز ما هو الاسم اللي بيطلع عندي بشاشة التسجيل الدخول هلا منسمي هاد لازم يكون باحرف صغيرة حسرا ما بيصير اني استخدم احرف capital هلا بضغط enter هاد المستخدم لازم اني اعمله كلمة سر سر فبنقول بحط وضع اسم المستخدم 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 يعمل له كلمة سر هلا بعطي كلمة السر برجعة بعيدها هلا لازم اني اعطي المستخدم صلاحيات root بيكتب باحرف capital editor يساوي vim لاني نزلت ال vim اذا كنت انت بنزل nano بتستخدم nano بعدين space v i sudo بعطي enter بنزل لاخر السطر بيجي لعند ال wheel لعند انت انكتوب عندي ال hage space النسبة المئوية بحزف ال hage وال space بخلي النسبة المئوية وبعمل نفس الشيء مع السطر اللي مكتوب في sudo كما بحزف ال hage وال space بحفظ الملف وبسكر عن نقطين wq وهلأ تقريبا نحن جاهزين ضل عنا انه نفعل الانترنت وننزل bootloader فخلينا او شي نبلش مع bootloader اللي هو ال grab اللي ننزلناه من شوي فمنكتب grab dash install هذا سيكون باعتوار انه انا منزله على ماكينة ب64 bit فسيكون dash dash target يساوي x86 underscore 64 dash efi لانه الماكينة uefi بعدين space وين بدي نزل bootloader نعطي dash dash efi dash directory يساوي مثل ما نتذكر اعملنا partition وحطينا بالboot efi slash boot slash efi وبعدين space dash dash شو هو ال bootloader اللي نزلنا نزلنا ال grab فنقول له bootloader dash id يساوي grab وبعدين enter الآن لازم اني اكتب ملف ال configuration الخاص بال grab فنقول له grab dash make config space dash o space slash boot slash grab slash grab dot cfg الآن ضل عندي بس اني فاعل الانترنت مثل ما نتذكر انه 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 نزلت network manager فبقال له system ctl space enable لازم انه اكتب network manager مع احرف capital بمكان معين فال n هي capital network و m capital لازم يكون ن و m capital dot service نعطي enter network manager dot service هلا هيك نحن خالصين بنطلع من النظام من mnt هلا هيك رجعنا لل flash او iso و لازم انه نعمل اعادة تشغيل للجهاز نقل reboot بعد ما اعمل اعادة تشغيل بتطلع عندي قائمة grab وبختار منها الخيار الاول اللي هو arch linux وبضغط enter هلا بعطي اسم المستخدم enter بعطي كلمة السر كمان enter هلا هيك نحن اصرنا في نظام متكامل بس رح نكمل مطرح ما وقفنا المرة الماضية وننزل الواجهة الرسومية بفيديو اليوم رح ننزل واجهة ال deep end رح لفيديو deep end اللي رح اتركه ببطاقة فوق لحتى تشوف ليش انا بدي نزل deep end على arch وما بدي استخدم deep end بشكل كامل هلا معناها شو بدي نزل بدي نزل عدة packages هلا قبل ما ننزل deep end مثل ما عملنا من شوي مثل ما قلت انه pacman في عندي ميزة parallel download نحن من شوي اعملناها انه يفاعلها بس هي كانت ضمن ملف iso لازم اني ارجع عيد هاي الخطوة بالنظام الفعلي فمنكتب sudo ولازم تكون مع sudo vim لاني نزلت vim نأتي لمسار slash etc pacman.conf نضغط وبتعطي كلمة السر انا لاني حطيت كلمة السر من شوية ما طلبها مني بس تعطي كلمة السر نأتي لتحد كمان لل parallel ونجعلها مع الخمسة كمان منحفظ الملف ومنسكر نمسح الشاشة وهلأ سننزل deepin فمنقله sudo pacman dash capital s سننزل deepin سننزل البرامج الخاصة بالdeepin التي هي deepin dash extra سننزل لشاشة تسجيل الدخول سننزل لها theme خاصة فيها اللي اسمها light dm dash jtk dash greater ما رح ننزل متصفح لأنه رح ننزله بعد ما نقلع من النظام بنشوف هدو البرامج كافيين اه ولازم ان ينزل محرك الرسوميات اللي هو display server اللي اسمه xorg dash server هدول كافيين مبدئيا منعطي enter منوافق على default انه ينزل كل شيء كما منوافق على default منروح كمان مع default منروح مع default ومنعطي ومنعطي ومنستنى لتخلص عملية التنزيل ومنرجع بعد ما خلصت عملية التنزيل خلينا اول شيء منسح الشاشة لازم نعمل خطوطين قبل اعادة التشغيل اول شيء لازم نحط الثيم اللي نزلناها لشاشة تسجيل الدخول فمنجي مع sudo كمان بدها صلاحيات root مكتوب ومنعدل الملف اللي هو etc lightdm slash lightdm dot conf نضغط enter نعطي كلمة السر ومنجي للقسم اللي في القوس المربع seats اللي هو موجود هون تحت منجي للقسم اللي موجود في greeter dash session بالبداية منشيل الهاشتاغ ومنجي لبعد اشارة اليساوي منغير هذا للنهاية منكتوب lightdm اللي هي الثيمة اللي نزلناها كان اسمها lightdm dash jtk dash greeter هلا منحفظ الملف ومنذكره بالنقطتين wq ويجب هلا اني فاعل شاشة تسجيل الدخول نكتب sudo system ctl space enable lightdm.service نضغط enter هلا منعمل اعادة تشغيل عن طريق reboot نضغط enter هلا بعد ما عملنا اعادة تشغيل بتطلع عندي شاشة تسجيل الدخول متل ما لا شايف انه اسم المستخدم اخذه بشكل تلقائي ممتل ما شفنا بمراجعة التوسيعة البرازيلية الاماروك هون بس بعطي كلمة السر لسبب من الاسباب ما قدرت بالماكينة الافتراضية غير دقة الشاشة بس خلينا مثل ما حكيت انه انا ما نزلت متصفح ليش لانه هاي النسخة او هاي الواجهة الرسومية مو هي التوزيعة كاملة فمنشان هيك انا ما في عندي برنامج لتنزيل البرامج يعني ما في عندي سوفتوير مانجر انا رح نزل واحد اللي هو الخاص بال ارش رح نزله عن طريق اول شي رح استخدم التيرمينال لحتى نزل السوفتوير مانجر وبعدين بستخدم السوفتوير مانجر لحتى نزل الفايرفوكس او اي برنامج تاني انا بدي فانا بفتح تيرمينال وانا وقت نزلت الديبن اكسترا نزلت كل البرامج ما عدا السوفتوير مانجر لانه خاص بالديبن كتوزيحة كاملة ليس بال ارش فبفتح التيرمينال وبكتب اول شي بكتب get clone هاي التعليمة رح اتركها بصندوق الوصف وشو بدي نزل http s نقطين slash slash aur dot arch linux dot org slash paru dash bin dot git اول شي اعمل اعمل عملية نسخ لها الريبو بعدين لازم اني روح ل المسار اللي اللي عملته فبكتب cd paru ومعتاب بكملي المسار paru bin هلا بكتب make bkj dash space dash s i ضغط enter هلا بعطيك كلمة السر اعطي enter هلا هيك نزلي اعطي اعطي enter اعطي اعطي enter هلا هيك نزل المدير التطبيقات software manager فبكتب baru dash space dash dash s هاي شبيهة بال pacman بس هي بديل لانه انا بالarch في عندي نوعين من البرامج في عندي البرامج اللي جاية مباشرة من الarch في عندي اللي جاية من المستخدمين البرامج اللي جاية من الarch يستخدم pacman البرامج اللي جاية من المستخدمين يستخدم الparu او او اي شيء ثاني انا نزلت الparu اليوم فبكتب البرامج 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 سأكتب باماك اللي هو اسم الـ software manager او الخاص بتنزيل البرامج باماك باماك aur بضغط انتر كمان انتر 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 هلا بضغط كيو انتر و انتر ومنستنى لحتى تخلص عملية التنزيل ومنرجع هلا بعد ما خلصت عملية التنزيل انا بسكر الترمينال لانه ما عنا بدي اياها بضغط على زر الويندوز وبكتب software وبيجي لعند الاد ريموف software ناسف لدقة الشاشة بس الماكينة الاقتراضية ما رضيت ان اطيرها فبيضغط على الاد ريموف هاد فتح عندي برنامج software manager بيجي لزر البحث ورح ننزل الـ firefox بكتب firefox باختارها ورح ننزل الخيار الاول اللي هو الاصدار الاخير نضغط على الـ download ومنزجه لتحت نضغط على الـ apply بنقله choose بنعطيه كلمة الزر كمان بنقله apply هلا هيك رح ننزلي الـ firefox مثل ما شايف هاي هون عندي عملية تنزيل من تحت هلا هيك خلصت عملية التنزيل خلينا نتأكد انه ننزل الـ firefox فكمان اما بضغط على الزر اللي موجود تحت او بالزر الـ windows ومنزجه فاير فاكس هاي الفاير فاكس زار نازل بهاي الطريقة ما في داعي اني استخدم الترمينال لحتى ننزل البرامج لا باستخدمها من الواجهة الرسومية من الـ من الـ software manager ومثل ما قلت هاي الخطوة انا بس عملتها لاني نزلت الـ deepin على الـ arch لو اني بنزل gnome او kde او xfce كلهم بيجوا مع مدير تطبيقات خاص فيهم بالنسبة للـ deepin لا لازم اني نزل واحد اضافي فنحنا اذا نزلنا مثل ما رح نشوف بفيديو الشهر الجاي مثلا اذا نزلنا الـ gnome او ال-kde او اي نسخة تانية رح نشوف انه رح ينزل لي مدير تطبيقات ما في داعي اني نزل الباماك وهلأ الباقي صارت مثل اي واجهة deepin نرجع لفيديو deepin اللي عملته الشهر الماضي لحتى تشوف المراجعة الكاملة للتوسيعة ولسطح المكتب بشكل كامل وهيك بيكون فيديو تثبيت arch مع الواجهة الرسومية deepin وصل لنهايته اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا ولا تنسوا الاشتراك بالقناة بلتقي فيكم بالفيديو الجاي بامان الله اشتركوا في القناة